انت جاهز؟ باعتقد انه مراد بيك باعت عدد كبير من رجاله حتى يراقبوه لقيلين خانهم عمقول يا ترى انا وانت لحالنا رح نقدر انواقف بيوشهم ونتمشون؟ اذا عارفوا انه نحنا رح نهاجمون انا متأكد رح يطلبوا شوي الدعم يا سليمان الله يرحمهم نحنا جاهزين يلا اشتركوا في القناة الو الو بدي مراد بيك لو سمحت هدا لك مراد بيك مين؟ واحدة ما قالت شو اسمها الو مراد بيك؟ شو في اخبار عندكم؟ سهيل بيك وسليمان عارفوا انكم عم تراقبوه لين خانه تمام سهيل و سليمان عارفوا انه عم نراقب لين سلحوا وطلعوا من البيت روح اقول للشباب بل ما يتفاجعوا سهيل و سليمان عارفوا مكانكم جايين لهون والاتنين مسلحين؟ و مين اللي قال لهم؟ ما عندي فكرة وصلوا لا تتحركوا ولا بوز سهيل 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 يالله شغل السيارة سليمان لك رح يهربوه هربوا لو وطلعين كانوا خبرونا وين متخبي كانوا بيعفوه انه نحنا جايين هذا اكيد حدا من البيت هو اللي نخبرهم مين ما كان بدي اعفو يا سليمان مين ما كان؟ معاشي سويل بيك انا رح بديل الدولاب يلين خانهم جاي انت منيح ايه منيح ما في شي خفت كتير انت كنتي بأمان جوا؟ انا خفت عليك انت اذا بدك بعمل معركة تانية مشاني شو سبب هالمعركة؟ مش شكلي صغيرة شفتكم مين هدول الره؟ هدول الرجال مراد وصلني خبر انهم عمر اقبوكي هدول الرهد اللي باعتهم؟ ايه وانت كيف عرفت فيه؟ لا تكون انت كمان عم تراقبني؟ طبعا لا ايه ايه قللي كيف عرفت؟ تعلم بالغاية؟ سوهي ليش سكتت؟ بعتت حدا اللي يراقبني مو هيك؟ بس مو قادران تحكي كارولين خبرتني كارولين خبرتني وقت مريتي من الحالة تبعهم كارولين شافت سيارة وهي لاحقتك كارولين الحنونة مع جد كتير اكل همي رقدت لتخبرك عن اللي شافته هالمرأة اصيلة هلأ مو هي المشكلة المشكلة هلأ اني مقدرت لاقي مراد وانا مانعا بقدر افهم هو شو ناوي يعمل مراد بده يعرف انا شو بدي اعمل يعني اذا كنت بدي ارجع لعندك ولا بدي طلهم انا يلي بدي اعرفه انت على شو ناوي مالي مرتاحة لعلاقتك مع كارولين انت ما بتعرف هي المرأة بشو عم تفكر عم تفكر تاخدك انت تماما متل ما اخدت ابي من امي بيوم من الايام هلأ مو وقت هلحكي ايلين كل همي هلأ اني لاقي مراد سليمان لك ساعة ما عرفت تصلي حد دولاب شو صار معك با خلصت ايالله اتدخرا كتير ماشي ديري بالك 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 اشتركوا في القناة